ما سنون في خمس تلاف جنيه؟ عشر تلاف جنيه؟ أو حتى عشرين ألف جنيه؟ كمل أول تلاتين ثانية من الفيديو وبعدها تكرر تكامل الفيديو ولا لا؟ في العادي انت مقدمك شحفل كتير إما تحوش جزء صغير من مرتبك وده هيخد معاك وقت لو انت محتاج الفلوس دلوقت أو ان انت تستلف من حد من صحابك نسترعم كلنا في الظروف اللي هنا فيها هيبه صعب جدا ان انت تلاقي حد يسلفك ولو حتى فكرت في كارد من البنك كارد من البنك يعني أوراق وضمانات وحوارات كتير جدا مش هتخلص وقدمك طبعا ان انت تعمل جامعية معاكم روما رحيب وحاوليك ازاي تعمل جامعية مع شركة ماني فيلز وهل شركة ماني فيلز شركة مضمونة أم شركة مصاة؟ لما يعرفش يعني ايه جامعية؟ الجامعية هي ان انت بتجيب عدد محدد من الأفراد تكون انت بتصق فيهم وضا منهم وكل واحد منكو بيدفع مبلغ كل شهر الفلوس تتاخد وتتجمع وتبقى في الآخر مبلغ وليكن خمس تلاف جنيه عشرة تلاف جنيه وبتروح لواحد منهم وطبعا الكلام ده بيتكرر كل شهر ليلة وبتلف على كل واحد فيه وطبعا الدور ده بيبقى على حسب الاتفاق أو على حسب ظروف الجامعية طيب دي باختصار الجامعية بس مش هي دي مشكلة المشكلة ان انا جدي الناس اللي انا هعمل معهم الجامعية دي منين؟ وهيكون انا بسق فيهم ولا لا؟ ولو انت مكمل الفيديو الحد الوقتي فاكيد انت مهتم بالموضوع ما تنساش بس ان انت تعزمني على كوباية شاي مع علاقتين سكر لايك وسبسكراب ازاي هعمل جامعية اونلاين؟ برنامج او شركة ماني فلوس عملت حل المشكلة دي عملت موضوع الجامعية اونلاين جامعية رقمية تمكنك ان انت تلاقي ناس تعمل معهم جامعية ويكونوا مضمونين وفي اي وقت انت تعوزوا طوال السن وطبعا كمصريين اي خدمة اونلاين فيها دفع فلوس احنا نعتبرها نظم او ان احنا نبقى مقلقين لها فهل شركة ماني فلوس شركة مضمونة اما هي شركة نصابة وقبل ما نجوب السؤال ده انا عايزك تبع اعرف حاجة كويسة جدا ان انت متابع الفيديو ده لحد دلوقتي فده معناه ان انت مهتم بخدمة اساسا اونلاين واكيد مقتنع ان الفترة الجيهة هتبقى كل حاجة اونلاين دلوقتي في 2021 عشين فيه كتير جدا من خدمات الالكترونية الحكومية اللي تقدر تعملها من البيت من خلال موبايلك او من الكمبيوتر زي ان انت مثلا ممكن تجدد رخصة العربية بتاعتك او ان انت تعمل شهادة استثمار في البنك من غير ما اصلا تروح البنك وطولك انت انا عملت عليهم فيديوين هتلاقيهم تحت في الديسكريبشن لو حبيت اعرف حتى تجدد رخصة العربية اونلاين من البيت من غير ما تروح المرور او ان انت تصدر شهادة استثمار من خلال البيت ومن غير ما تروح الفرق عن طريق خدمة الاهل لنا هستبليكم الفيديوهات تحت في الديسكريبشن طيب انت عملت غير غير ما انتقول خدمات الالكترونية اونلاين ما قولتيناش برضو شركة دي نصابة ولا مضمونة على فكرة انا عربت جدا ان انا اقول لك شركة دي نصابة ولا مش نصابة بس في قصة صغيرة جدا عن اساسا الابليكيشن دات نشأ ازاي انت لازم تعرف الابليكيشن دات نشأ على يد مصر ليل احمد الوادي وشوية من صحابه احمد الوادي كان بيدرس اي تي في جيرمان احمد الوادي للأسف كان شخص غلبان وكان بالنسبة للجيرماني مش عنده سجل اقتماني او تاريخ اقتماني يقدر من خلاله ياخد تسهيلات اقتمانية زي كارد او ياخد شوية فلوس يمشي بيها دراسته لحد ما يقدر يسدد الفلوس دي كان ما كانش فيه ولا بنك عايز يجيله فلوس احمد فكر في الموضوع التقليدي الترداشنال بتاعنا اللي هو الجامعية الجامعية مش محتاجة لسجل اقتماني ولا ضمانات ولا اوراق من جرد هتجيب شوية من صحابه كل واحد هيدفع جزء معين كل شوق وهيلفز من كل واحد فيجه بالمبلغ وخلص مش قد تتحلق بس احمد كان بيلاقي صعوبة اني يلاقي مسدين انا شخصيا يوم في الايام انا فاكرة ايام الجامعة كنت انا عايزة عنه الجامعية ممكن تش لايه ان انا حد اعمل مع الجامعية وانا اللي بتتراست فيه قدتها ما كانش فيه اي حاجة على انك بتتكلم عن نفس الموضوع او اساسا الخبرة دي ما كانتش موجودة وقتها شركة ماني فضو ست اسلسة 2015 وكان احمد الوادي صاحب الشركة بيصرف عليها من جيبه الشخص لحد ما قدر ياخد دعم من فلات سكس ابس اللي ما يعرفش من منظمة دي او الشركة دي هي شركة بمية راسمال بتحاول انها تشجع الشباب في مشاريع تنجح في المستقبل فدعمت لهم المشروع ده برو اسمال كويس جدا خليتهم ان هما الابليكيشن بتاعهم ياخد دفعة نحي الطريق النجاح بس كده بس ده فيه شركات كتير جدا استثمارت في التطبيق ده الفترة اللي فاتت احنا متكلم في حوالي خمسة وستة ومعشرة مليون دولار والله اعلم وقت الفيديو ده الاستثمارات مصلت لحد الكامل المستثمرين اللي بيبقى معهم فلوس عشان يحطوا كمية فلوس زي الفلوس دي في مشروع لسه بيبدأ اكيد اكيد هم شايفين ان المشروع ده في وقته صار جدا هرحقق ارباح غيالية القصود اقوله من الموضوع ده ان شركة بحجم الاستثمارات والمليارات دي صعب الشركة مش هيبصه معلش الى الخمسمائة او الالف جنيه اللي انت اتفاعها كل شهر فامش عشان ينسب عليك في الف جنيه ولا بعشر تلاب جنيه ولا حتى خمسين الف جنيه ايضايع من يجو بالليارات كل ده لسه بتسأل هل الشركة دي نصها او لا لا اجابت السؤال ده انا عايزك تطمن عزيز المشاهد ان فيه الاف المستخدمين بيستخدموا البرنامج ده وبيدفعوا وبيقبضوا كل شهر اظن ان يجي الوقت ان احنا نخلي الجامعية التقليدية تبقى جامعية رقمية الموضوع لي مو ميزات كدير جدا اول حاجة ان الجامعية متاحة معاك طوال السنة طوال السنة في اي وقت في السنة تقدر ان تدخلش جامعية مش لسه تدور على ناس بقى وتشوف ناسهم افرون انا عايزك اعمل الجامعية یا كابتن انا عام جميع الا وقت حيال اي بعد او حيالي لأ طوال السنة مش كده بس لانه ممكن تدخل في جامعية واثنين طوال السنة ثاني ميزة ان انت بتضمن ان انت تقبط في المعايد في كل شهر لان الشركة عملة الشرط الجزائي للي هيتاخر عن موعد السادات موعد السادات في الشركة دي من واحد في الشهر لخمسة في الشهر وده طبقا العقد اللي انت بتنضي اول ما انت بتبتأ من الجامعية اقولكو الكلام ده كمان شوية تالت حاجة انت مش محتاج تستنى الخمس افراد او السبع افراد او العشر افراد ان هما يتموا او ان هما يكتملوا انت ببساطة بتكرر بس ان انت عايز تعمل الجامعية مو مكرر بس ان انت تفتح الجامعية وتختار دورك الابديكينشن بيكمل لك باقية المستخدمين اللي هيعملوا معك الجامعية سواء ناس حقيقيين او لو ما فيش ناس الشركة بتكمل عدد الاضوار بفلوس من جبهة الشخصية رابط ميزة فكرة اصلا ان انت تخير حياتك كلها وتخليها اونلاين او ان انت تبدأ تعمل جامعية اونلاين دي الواحدة في حد ذاتها ميزة انت متخيل انت من خلال تطبيع على موبايلت تقدر ان تتعمل جامعية في اي وقت في السنة تعمل جدا كده ايه طرق الدفع والقام طرق الدفع الفلوس عند الخمس طرق في الوقت الحالي اما عن كريتت كارد ليه الكارت الاقتماني او بطاقة الخصم المباشر ديبت كارد يعني المحافظة الالكترونية زي بودة بون كاش فوري او فوري بلاس كلنا طبعا عارفون فوري و كل ما كان فيه فوري او انت تدفع كاش عن طريق مندوب يجيلك لحد البيت بيستلم الفلوس منه و يديك ايصال بحاجة زي كده كل حالات الموضوع امن جدا مفيش اصلا داعي انت تدفع كاش ملع فوري فوري خدمة موسوكة حتى بدأ جديد الرخصة في المرور انا دفعت من خلال فوري الموضوع كان امن جدا و الموضوع بصير جدا ميليش في اي مشاكل طيب طرق الابض انا دلوقتي خلاص اقضى الفلوسي عندك ثلاث طرق هم تقريبا نفس الطرق اما من خلال فوري اما من خلال فوري بلاس او من المحافظة الالكترونية ليه زي بودة بون كاش فو دي احسن حاجة في الموضوع برضو او انهم يعمل لك التحويل بني طيب يا سيدي دي خدمة و كل خدمة معروف ان لها مصاريف مصاريف الخدمة دي كار مصاريف الخدمة دي هي الستة في المية من الجامعية اللي انت بتعملها والستة في المية دي بتقل وكل مرة انت بتروح على في دورك يعني لو انت تأخذ جامعية في الدور الاول هتدفع ستة في المية مصاريف طيب لو انا قررت ان اقبت في الاخر فائدة او المصاريف بتبسل لزيرو في المية يعني فري الخدمة فيه لو انت هتقبض اخر دور يعني لو انت عام جامعية في خمس شهور وهتقبض في الشهر الثامس انت مش هتدفع ولا مليم لتمن الخدمة دي معهد الدفع حسب العقد اللي انت تنضيه انت تدفع من واحد في شهر وغاية خمسة في الشهر وطبعا فيه غرامة عن اي تأخير في المدة وده بيضمن حقك في ان انت تستلم الجامعية في المعهد بتاعك المندوق اللي بيجيلك عشان تمدل عقد بيجيلك بعد ما انت بتعمل الجامعية زي ما انا هوريك دلوقتي برضو في اخر الفيديو بيجيلك مندوق مع عقد التنضيه عشان يضمن حقك وحق الشركة عشان لو انت خلق اه طب ده يعني ايه بقى لو خلعتي بقى؟ يعني انا ممكن ادخل في جامعية ويجي حد من ضمن الناس اللي معايا يخلع هعمل انا اي ساعتها شركة ماني فلوس بتديك الفلوس بتاعتك عادي جداً ما ليش اي مشاكل وبتروح هي بالعقد اللي هي مضته مع اللي خلع تجيب فلوسها وزيادة بغرامة طبعا يعني كده كده الشركة كذبانة كذبانة موضوع ان انت تخلع ده تتبلاش منه لان انت كده كده هتتضر اكتر ما هتستفيد لو خدت خمسة هتدفع اكتر من خمسة بكتير ويمكن انتهي الموضوع في الاخر ان انت تتسكن لتقدر الله وطبعا احنا مش عايزين حاجة ذاكرة اذا كل ده بوضح لك ان الشركة مجمونة 100% اخر حاجة انا عايز اتكلم عنها هي السلم الاقتماني السلم الاقتماني ده ده السقف بتاع الجماعيات بتاعك يعني انت تقدر تعتبرها زي التاريخ الاقتماني بتاعك او الكريدت هستوري بتاعك السلم الاقتماني ده ده ضامن عندهم ان انت تقدر تسدد الفلوس اللي انت هتدفعها كل شهر لو انت عايز تدخل جماعات كبيرة بعشرين وخمسين الف جنيه او اكتر وتقدر ان انت تزود السلم الاقتماني ده عن طريق حاجات كثيرة جدا اول حاجة هي اثبات الدخل او كشف حساب بنكي من الشركة اللي انت شغال في رقم اثنين اثبات وظيفة الا ايدي بتاعك اللي بيثبت ان انت شغال في شركة كذا اثبات ملكية للسيارة عضوية اين ا Palace، اي اضوية نتي قم بزود اسلم الاقتماني ده الجديد في اترك شvern ایدي بتاعك انت بالثواتير بتاعى السكن سواء فطورة غاز، فطورة كهربئ أو فطورة تليفون او فواتر��ان تاخد تقدر من خلالها ان الاخر حاجة.. او ترمي بدء زماء موجود تدا دعوني أقولك كيف بسرعة البرنامج يعمل لكي لا تضيع الشوطر من ذلك و لو جئنا على الموبايل بالوقت يقدر من خلال الجوجل بلاي ان نفتح او الجوجل ستور او الاب ستور على الايفون نفتح الابليكيشن و نتحس عن ماني فوز هتلاقي البرنامج الايكونا البنفسيكي او الايكونا الزرق بعدما البرنامج يعمل او يتحمل معاك هتبدأ تفتح البرنامج هتلاقي الواجه معاك زي الشكل ده هتلاقي انت بتتفضل الاستمرار باللغة العربية او بالانجليش افضل العربية عشان الفيديو عشان لو حد يتفرج باللغة العربي هتلاقي البرنامج بعد كده في الصفحة الرئيسية ان انت تقدر تسجل استخدامك على الابليكيشن ده من خلال الفيسبوك انا انا اناسي بختار التسجيل بالفيسبوك و انا اصلا سجلت ابليك كده فهيفتح لي البياناتي على طول دي الواجهة بتاعت البرنامج اول حاجة بتلاقي عندك قدامك الجامعيات المتاحة لك بحسب الحد الاقتماني بتاعك هتلاقي الجامعية قدامي بخمسة جامعية و عشرة و خمسة و عشر و عشرين طبعا هو واضيع انت معي الجامعيات المتاحة بس لحد خمسين الف جنيه لو جيت تخلش على اياه جامعية منهم مش هيبقى متاحة لك ان انت تستخدمها الا بعد ما تزود السلم الاقتماني بتاعك السلم الاقتماني ممكن من خلاله ان انت تزود الحد الاقتماني بتاعك اللي من خلاله تقدر تعمل جامعية بخمسين او اربعين او عشرين انا عن نفسي انا اول حاجة عملت التحقق منها البطاقة الشخصية بتاعتي والسلم الاقتماعي بعدها بقى خمس ثلاثة طيب خلينا نعمل جامعية كده مع بعضينا كتجربة في عندك الخمس شهور السبع شهور والعشرة شهور ممكن نشوف الجامعيات المتاحة سي انا اعمل اليها بثلاثة ونص طبعا عشان انا اصلا احنا كتجربة يعني بلاك اختار الدور بتاعك الدور اللي نسبك وقبض المعاد في المعاد اللي هي رايحك وحساب المصاريف الادرائية ستة في المية وبتقل تدريجيا بمعنى ان اول حاجة معنا يعني لو شهور سبتمبر احنا فيه هتدفع ستة في المية رسوم يعني ستة في المية في تلات تلاف ونص يعني تقريبا متين وعشرة جنيه طبعا القيمة دي بتقل معاك كل ما يكون الدور بتاعك في الاخر طيب سي هنقول ان انا مسلا عايز استلام الجامعية دي في شهر مسلا هنقول دي المكان معكوز يمديش أي مكان اختار مكان ثاني طيب اه ثاني شهر اه وثالت شهر ده متاح تمام سيلا مثلا لو ناخد رقم اتنين هيقول لك مصاريف الجامعية الشهرية تبع عதو 20 جنيه طيب انا لو اخدت مسلا المكان رقم واحد اتنين الشعر التاني ثالث الرابع الخامس هيبقى مصاريف الجامعية تبعت عشرة جنيه لو انا هاخد المصاريفば ,ق manger 10 جنيه برضو لو انا هاخد الاخير المصاريف خمسة جنيه طيب خمسة جنيه دي could be typically 10 جنيه痛 يعني أنت 5 جنيه في 7 شهور ب35 جنيه على عكس لما كان هنا في الاول كانت 20 جنيه 20 جنيه في 7 شهور يعني ب140 جنيه طبعا هي الفايدة بتقلي يعني ممكن لو ستة في المئة في اول مكان هتلاقيها اكتر من كده بكتير طيب أنا هختار مثلا هي الرسوم شهرية ب10 جنيه وهنقول انضموه طبعا كلما تعمل جمعية بتزود السلم الاجتماعي بتاعك يعني إحنا كده لو رجعنا بتزود السلم الاجتماعي بتاعك خمسة يعني خمس درجة طبعا كلما تأخر بتزود السلم الاجتماعي اكتر من كده سلم الاجتماعي دي هو المبلغ اللي احنا ميتاح لي انه احنا ندخل فيه جماعيات تمام؟ هنقول لك اختار وسيلة الدفع انا تدفع 500 جنيه ومصاريف شهرية 10 جنيه يعني ده كل شهر هتدفع 510 جنيه عشان تاخد 3000 ونص في الشهر بتاعي طيب عندك البطاطة الاقتمائيين هنا مش معي عندك المحافظة الرقمية اللي هي CIB والNBE أورنج كاش وفولفون كاش بتدخل تفاصيل المحافظة ممكن جرب بفوري بلاس اقول لك برجاء زيارة فرع من فروع فوري او فوري بلاس وتطلب منه خدمة ماني فولوز والرقم بتاعها كذا هتقول له هتحتاج تتقدم رقم موبايل ورقم قامل اتمام العملية اقول له اوكي تمام؟ بيقول لك هنا استلام الافضاء هتتبع انت تستلم 3000 جنيه يعني انت لما تدخل الجماعية بتلاتة ونص انت فيه 500 شير بتاعتك او الكاتت بتاعتك في الشهر بتاعك انت مش هتدفعها فانت خمس ومية جنيه مش هتدفعهم يعني انت هم من كده كده معاك فانت هتاخد 3000 جنيه فانت هتختار مثلا فوري بلاس اقول لك هتروح لأقرف بحد عنده فوري فوري بلاس عشان تستلم منه الفلوس هتقول له التالي اقول لك بعد كده توقيل عقد عشان توقع العقد محتاج ان انت تدخل العنوان بتاعك طبعا العنوان بتاع الجيه هنا مشرائية عشان انا مشرائية والحساب بتاع الفيسبوك بمحدد انا مشرائية هتلاقي عن طريق التوصيل بس مش متوفر عندي في المدينة اللي انا فيها اا او عن طريق فوري بلاس مصاريف كانت بخمسين جنيه دلاتي مجانا هتقول لك التوقيع من خلال فوري صورة العقد اوكي بتروح انت منزل العقد بتتصوره وبعد كده بتتصوره وبعد كده انا اخد صورة اي كلام كده تقول له تأكيد وبعد كده بتتصرر تم الرفع موافق تم طلب الاشتراك بالجماعية من الجايه سيتم التواصل معك لتأكيد بياناتك وتوقيع العقده ان انت مكن من رسول لك اذا رفضت توقيع العقده سوف يتم حزفك من الجماعية خلال يومين بمكانك التواصل معانا اوكي طيب ايه اللي ظهر معانا دلوقتي دي تفاصيل الجماعية اللي انت دخلتها تمام طيب انا لسه ما عملتش اي حاجة في الجماعية دي فانا هعمل بنا خروج من الجماعية عشان نلغي الجماعية دي يرجى مشاركتنا السبب هقول له انا انضم اه انا كنت بجرب الخدمة بس ماش ماشكل احنا كنا بنجرب الخدمة فعلا وبس كده ده الابليكيشن وده الابليكيشن بتاع مني فلوس الموضوع بسيط جدا زي ما انتوا جاهزين بس كده ده كان الابليكيشن بسيط جدا ومفيش في اي مشكل انت لو محتاج الفلوس ومزنوء فيها ضروري تقدر من خلال الابليكيشن تحصل خمس تلاف عشر تلاف حوى حتى خمسين الف جني لو الحد الاقتماني او السلم الاقتماني بتاعك بيسمع بحاجة زي كده لكن لو انت مش مزنوء ومش محتاج الفلوس ضروري تقدر انت تحوش فلوسك للايام السودا وربنا ما يوريك ايام سودا خلص يا رب بس في حاجة مهمة انا نسيت اتكلم معاكو بيها انا لو يوم في الايام كده تواجدت وضيف عندك البيض وطلبت منك كوبايت شاي وانكنت كريم وهتعزيني على كوبايت الشاي انا سكاري مع علاقتين لايك وسبسكرايب هلا انت لسه هنا السبسكرايب او ايضا سبسكرايب